التقرير كان لزميلة إسمهان عسلي أذكر أننا اليوم سنناقش موضوعين الموضوع الأول هو منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقية الذي نظم مؤخراً بالجزائر في الجزء الأول وفي الجزء الثاني سنناقش موضوع التهرب الضريبي في الجزائر على تقرير مجلس المحاسبة الأخير الذي صدر وفيه أن حجم التهرب الضريبي في الجزائر بلغ 110 مليار دولار إلى غاية 2014 سنناقش هذين الموضوعين مع ضيفينا اليوم في الستوديو دكتور كامير رزيك خبير اقتصادي أهلا ونسهلا بك مرحبا أهلا ونسهلا شكرا على الاستضافة العافو وسيد فتح غراس الناتق باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية أهلا ونسهلا بك مرحبا أهلا ونسهلا خير شكرا على الاستضافة عافو أهلا ونسهلا دكتور كامير رزيك أبدأ بك المنتدى الحدث كان كبيرا منتدى الاستثمار والأعمال الإفريقي تقريبا كل إفريقي كانت حاضرة في الجزائر لكن عوض الحديث عن مخرجات هذا المنتدى تحول الحديث إلى ما قيل أنه صراع بين الحكومة ومنتدى رؤساء المؤسسات الأفسيو ألا ترى أنه فيه صراع حقيقة وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر على ما كان منتظرا من هذا المنتدى أولا بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك على الاستضافة عافو نفسك أكيد هذا المنتدى يعني هو منتدى في الأصل هو منتدى لججال أعمال أحبو الهدف من ورائه استكشاف الفرص الاستثمارية التي يمكن أننا نقدمها للقارة الإفريقية وبالتالي فهو ليس لقاء الحكومة وليس من تنظيم الحكومة لأن عدد الحضور هو تقريبا ألفين خبير ألفين متعامل اقتصادي وغير ذلك عدد الحضور مسك الدبلوماسي أن يتعدى على الأصابع لأن عدد الدول التي شاركت في هذا المنتدى هو في حدود أربعين دولة ولا يعقل بأن الحكومة لا تستطيع أن جمع رؤساء حكومة هذه الدول لذلك لابد أن نعيد الأمور إلى نصابها فهو لقاء رؤساء المؤسسات فيما بينهم بما أنه حدث إفريقي أكيد الحكومة تسهر على الإشراف على افتتاحه فقط يعني افتتاح بروتوكولي أكثر منه اقتصادي هذا المنتدى الهدف من وراء هو عادة اكتشاف إفريقيا لأن مع الأسف الشديد لأكثر من ربعين سنة طينا ظهرنا الإفريقيا والآن عندما الأزمة المالية أصبحت خانقة والولوجة للأسواق الأوروبية شوف أنه مكاش شيء من صراع بين الأفسيو والحكومة في رأيك ظهر علنا في هذا المنتدى لا أعتقد أنا شخصيا لا أعتقد بأن فيه صراع لأن الأفسيو هي منظمة باترونها الهدف من وراء هو البحث على أموال البحث على مشاريع ترافق الحكومة في عملية التصدير وأعتقد بأن الحكومة ممثلة بشخص دولة وزير الأول أسمى وأعلى من هذه الخلافات أسمح لي التالي من استعملك مصطلح أسبياني لأننا لا يعقل أن نرتكب هذه الحماقة وهذا الخطأ الدبلوماسي الفادح في هذه التظاهرة كلكم تعرفوا أن هذا منتدى لهذه المؤسسات رئيس الحكومة فتتح وهو مشكور يمكن خطأ بروتوكولي كانت من فرد تطلب يعني من الحضور أن أستسمح طاقم الحكومة بشين سهم لأن الحكومة الجزائية أنا مايش فارغة شغول جاي بش تقعد في ذاك المنتدى فتتح حتى كل واحد يروح للمناصب عملتاه هذا هو المنطق سيد فتحي غراس ما رأيك فيما حدث في منتدى رؤساء المؤسسات ترى أن هناك حقيقة صراع ظهر للعلن في هذا المنتدى شكرا على الاستضافة ورحب الأستاذ الزيك ومشاهد قناتكم بدء هذه بدء أود أن أترحم على روح العملاقين مرزاهي ومحمد طه الفرقاني وكذلك على روح الناشط السياسي السابق وكذلك الإطار في المشهد الثقافي فتح نور بن براهيم وكذلك الورجي السابق الأستاذ محمد المئلي وإن شاء الله رب يصبر ذويهم روح الفين قد طال وسط طال وتحول إلى مسلسلة نشوف كما يقولون في المثل الشعبي المندبة كبيرة والميد فارغ علاش هذا الفين قد طال وسط طال نحس وكأننا رأنا هنا في واحد المنطق ليحوس يبعدنا عن النقاشات السياسية اللي يجزم تكون حاضرة النقاشات هذه اللي يتنور رأي العام وكأن هذه الرواية هذه تعاقدونك صراع بين الف سي يو وما بين الحكومة من قبل كان صراع ما بين ما بليش رئيس الجمهورية والجنرال توفيق وبعد من قبل ساعد بودفليقة كل هذه الشخصنا وهذه الرواية هذه الكمبلوتية هذه اللي موجودة في المشهد السياسي موجودة مرتبطة بأشخاص سيد فتحهر الراس الأمور ما هيش بهذا البساطة هذه البساطة تحاول صرف صرفنا على غدوة منك على أمور جدية وأمور غدوة منك نعتبرها مصيرية اللي تتعلق بمسألة مستقبل البلاد سمعني سيد فتحهر هي الشخصنا هي هذه أو الصراعات البيدية هذه الشخصية هي اللي تصرفنا عن كان مشكل منهجي كان مشكل منطقي مشكل منهجي ومشكل سياسي ما الدخل الحكومة في الف سيو يخي الف سيو يعني مفروض عليها هذه هيئات مستقلة تمثل غدوة منها كما صالح تعرباء بالعمل مثلها مثل غدوة منها مش في الف سيو في المنتدى مثل نقابات المستقلة مثل الحزاب السياسية إذا كان هناك سرع فهذا دليل دليل بأن الحكومة تتدخل في ما يعني لا يعنيها وهذا نعرفه بالنيران في منظومة سياسية اللي تقمع الحريات ومدخل حتى أي طرف يكون عنده استقلالية في القرار سواء كان لفسي ولا كانوا لسندكات العمال ولا أحزاب سياسية وهذا ما هوش غريب عني لكن سيختر غراء سمحني 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 من هذا التدخل السافر سيختار السلطة في أمورها لا لا الكلام هنا ومش تدخل الحكومة في الف سيو هذا منتدى إفريقي قاري الحكومة عندها علاقة به شيء لما بينها في نهاية لأنه في نهاية سمحني المنتدى في النهاية من ورائه مصلحة البلد ركرة بطمة في المداكلة ركرة بطمة بن مصير تعد رئيس رئيس الحكومة وكأن عدم رئيض الحكومة سيحدث رئيس يحدث غدوة منه لمصير terror فتقرير جاء أنه لا حتى نحدث في التقرير جاء أنه بعد المنتدى حدث فيه هناك انسحابات سمحني انسحابات من أعضاء في الف سيو في الولايات في الولايات هذا الشان داخلي هذا شان داخلي هذا ما جاء التقرير لم نتكلم عن تدخل داخل حكومة في السياسة ما يهمني كعمدياس كحركة حزب سياسي أصلا هذا المتقى في حذاته يجب أن نقرأه لمعنى التعو ونربطه بأشياء أخرى الأستاذ يتكلم عن العودة تعالجزائر إلى بيتها الإفريقي بعد أن هجرتها لمدة طالت لدرجة أن نتساءل هل نحن أفارقة أم لا يعني من قوة قد نقبنا على إفريقي حتى الجزائرين نسينا بلحنا أفارقة هذا الغياب التابعه عودة اضطرارية الأستاذ يقول بعد الأزمة قاستنا إذن الإشكالية الآن هذا العودة الاضطرارية هذا العودة الاضطرارية أنا ما أخشاه وما نخشاه نحن الحركة الديموقراطية الاجتماعي لأننا نعتبر بأن إفريقيا هي عمقنا الاستراتيجي وإن الجزائر إذا كانت كما تعمل الآن تعون على سياسة عدم الانحياز الإيجابي على المستوى الدولي يجب أن تتركز هذه السياسة على عودة إلى بيتها الطبيعي الإفريقي ومحاولة بناء بيت إفريقي نجحنا في هذه العودة أبنا نجحنا في هذه العودة من خلال النجاج إذا كانت العودة الاضطرارية إذا كانت العودة الاضطرارية وما تكونش عودة مبنية على رؤية استراتيجية طويلة المدى وخيارات حاسمة صديق بلي غدوة منك يسوفي غدوة منك مع تلبيتر ولي عودة يطلع عادة ريمة إلى حالتها القديمة هذا النقاش يجب أن يكون وهذا مربوط بطبيعة الحال هذا الإرادة لأنه لماذا حضرنا إفريقيا نحن نحضره على الدولة جميل خلينا نبدو بعد نزيد ونكملو دكتور تشوف بأنه نجحنا في هذا الريهان ريهان عودتنا لإفريقيا من خلال مخرجات هذا المنتدى في رأيك؟ أكيد لكن لابد أن نجحنا في مهي الأهداف التي كانت مسطرة سابقا قبل هذا المؤتمر أكيد نقول نتائج ما نقولهش مئة بالمئة لكن على الأقل فيه نتائج إيجابية أولا نقدرنا نجمع هذا الهم الكائل من المتعامل الاقتصادي أفريقيا في الجزائر هذا شيء إيجابي قدرنا باش على الأقل نقرب المتعامل الاقتصادي الجزائر ورجل أعمال الجزائر نقربه إلى أخوه الإفريقي هذا شيء إيجابي وشيء جميل يقال بأنه فيه مجموعة ملئة تنفقيات وتم إبرامها في حدود مياه يعني شيء جميل لأنه لا يعقل بأنه فيه لقاء واحد نستطيع أن نعود كما نقوله أوريكي بير تقريبا 40 إلى 50 سنة لأنه عندما أرضنا العودة إلى إفريقيا إفريقيا ليست لحالها وجدنا فيها الصين وجدنا فيها فرنسا وجدنا فيها خوطنا المغاربة وجدنا خوطنا المصريين فيها الألمان فيها أمريكا وبالتالي سوق من صحة التعبير مغلوقة يعني ليس بالسهل وليس بالسهولة أنا ننجي الآن يعني يمكن نستقطب هكذا يعني نلقى الأسواق تحدي صعب لذلك تحدي صعب طيب أنا أقول لك المؤتمر أعودتنا الإفريقيا من خلال المنتدى رغم ماقيلة ورغم ما أوثيرها رغم أننا حرفناه يعني نرتكبنا حماقة يعني مع كل احترام يعني صحافتنا وحقوا براءنا وحتى سكوت الحكومة في ماذا خلينا أطينا إلوه خرجناها على إطار وجعلناه كأنه سيراء وشكل يخرجوا خرجوا شوف صحافة تحمل جزء من سوريا لافسي يتحمل جزء من سوريا الحكومة تحمل جزء من سوريا كان مفرض أن في هذه الليلة يتم توضيح ويتم ما هذا الإشكال اللي تكلمنا عليه أنا معاك أنا بالأول أنه نرهن سمحني أنه نرهن منتدايات هامة اقتصادية تاعم مصير ما نقول لكش مصير دولة ولكن مهم جدا في هذه الفترة مصير اقتصادنا بأمور مثل هذه ممكن تكون ثانوية وكان بالإمكان تفاديها بالإمكان تفاديها كان معليش وقعت مش مش مسؤولية إعلان في نهاية إذا لقاء بحجم هذا توقع في أخطار كان منفرض قتلك لفسي ومنفرض من الحكومة أنا في تلك الليلة يتم معالجة هذه المشكلة نهائيا لأن خطأ بروتوكولي أو أي شي صمعة الجزائر أعلى من لفسي وأعلى من الحكومة لمجد لطا لمجد علبي كبير إحنا أحرضنا أن نسوق عندما تريد أن تسوق شي لازم لي ماشتاعك لا تشوبها أخطاء معليش وقع نقول لك المؤتمر في حذاته ناجح لماذا نقول لك ناجح بغض النظر على كل التابعات لأن فكرة العودة إلى إطارنا الحقيقي هذا نجاح ثانيا السعي وتقريب المتعامل الاقتصادين فيما بينهم على إيجاد أحسن سعال الآن حتى الشي الذي يرفع بيزنس تو بيزنس طيب نقطة مهمة سامحني سامحي دكتورة لذلك فأعتقد بأن هذه خطوة أولية خطوة إيجابية لازم الآن رسخها كيف رسخها لابد أن تدخل الديبلوماسية الاقتصادية الجزرية بقوة لإعادة المنتوج وإعادة المؤسسة الجزرية إلى محاضنة طبيعية ما حدث حدث أمام الملأ وهناك من قال أنه حتى الأفارقة لما يشوفوا ما قيل أنه صراع بين الحكومة ومتدر رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال في الجزرية يتخوفون من أنه يستثمرون أو يتعاملون مع بلد فيه صراع بين منتدر رؤساء المؤسسات الأعمال والحكومة أنا ترى إلى أي مدى يمكن أن تؤثر يؤثر هذا الشي على أكيد شوف الأخي الكريم أكيد أكيد رح يأثر لكن والله ناطينا لها هذه الأشياء لأكثر من بعدها خاطر بروتوكولي عادي في كل مؤتمرات الوزير أو الممثل أو رجل الحكومة يجي يفتح المؤتمر ويروح ليس قعدوا ثم لأن هذه أمور متعامين اقتصاديين إلا إذا كانوا فرغين شغل ما عندهم شوش يخدموا في الوزارة التحام يجي يقعدوا ثم أعتقد بأن هذا منتدى إحنا شوف نقولك بكل صراحة الآن إفريقيا كسب إفريقيا لا يتيب هذه الأمور أكيد إحنا استعملنا الشعبوية في الرجوع إلى إفريقيا خوتنا المغاربة أو خوتنا المصريين أو حتى المتعامل الصيني الآن يدخلوا بقوة باستراتيجية لابد إحنا كجزائرين لابد أن نوقف لا يهمني لأن الأفسيو لا يوجد مشكلة مع الحكومة يمكن للرئيس يتم تغيير لماذا لا يحضر في رأيك عبد قادر مساهل وهو مسؤول على شؤون للإفريقية هذا السؤال الذي يجب أن يطرع الحكومة كان الأجدر والأنفع هو يحضر لأنه أضرب بإفريقيا من كل وزارة الآخرين كان من الفروض أنه يملح وضر حتى الاختتام يكون هو موجود لأن أهل ومكة أضرب الشعابية وهذا وزارة منتدبة لإفريقيا للأخوة لكن نقول لك هذا اللقاء نأكد عليه ونعود ونطيب كلمة الأخ هو اللقاء ليس للحكومة هو اللقاء للمتعاملين الاقتصاديين الحكومة تجي تفتتح وإذا حبت وتكرمت تجي تختتم لأنه في المنتدية والملتقية أننا نفتح لكن ليس شرط نجي لحضور وليس شرط نجي لاختتام سيدة حغير رأس أنت نفيت أنه سيناريو أنه يكون فيه هناك سراع بين الأفسيو والحكومة يعني في في كل دول العالم موجود سراع داخلي بين العديد من الأطراف رجال الأعمال ورجال السياسة يعني لماذا تم فيه هذا الشيء في الجزائر في النهاية وأسمحني وقبل وقت منذ أكثر من سنتين أو أكثر فيه هناك حديث على محاولة الأفسيو فرض منطقها على الخيارات الاستراتيجية الاقتصادية فيه هناك اصراع في المنظومات الديموقراطية في المنظومات الاستبدادية هناك آمر ومأمور هناك منظومة استبدادية كان في منظومة استبدادية سلطة منظومة التسارع ما بين المصالح وتتصارع حتى إذا فرضنا إذا فرضنا مقاربتك لكن السراع لماذا لماذا لنجعل هناك في الثانوي لماذا ucc hairdos ذا ويصيرا هذا قال له هذا الدوس مع هذا لا نروح إلى لب الموضوع بالنسبة لي هذا اللب الموضوع هو ما حدث هذا اللقاء الغير مسبوق فيما يخص مع هذا اللقاء الإفريقي كله غير مسبوق كيفاش يشوف الـ MDS رؤية الـ MDS قد وامناك للبعدنا الإفريقي نحن الجزائر مناش المغرب ومناش المصر نحن الجزائر مكة الثوار التي ساهمت في تحرير شعوب إفريقية لذلك دور جزائر الـ MDS يقول حاليا يجب أن تساهم الجزائر في استقلالية القرار الإفريقي في الشأن الاقتصادي والشأن السياسي وهذا ببناء بيت إفريقي اقتصادي تعاضدي مبني على التعاضد وعلى المشاركة والشراكة نحن لا ندخل إفريقيا لستنزاف قوائها كما الصين ولا كما الدول أخرى تنهب إفريقيا وتنهب ثروات تاها وتتستعامل معها كسوق فقط لا لذلك نقول هذا الشيء الذي يدعم هذا النمط هذا الرؤية هذا الزاوية كما نرى تحاطي مع بعضنا الإفريقي ومع أشيقنا الأفريق ما يقدرش يكون إلا ولا كانت إشارة بالداخل ما نقدروش إذا اعتمدنا على اقتصاد النهب على اقتصاد الطفيليين على اقتصاد الشكارة ونهجروا اقتصاد العمل اقتصاد الاستثمار اقتصاد المراكمة الوطنية اقتصاد العمل المنتج هكذا إذا قعدنا احجرنا هذا الشيء وقعدنا في هذا المنطق تعال النهب ومنطق تعال تعال نحن نستطيع 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 مساهمين في بناء هذا البيت هذا البيت الإفريقي لنفرض اليوم رانت وجهنا الإفريقية نجحنا في التحدي هذا اليوم أنا نقول لك لحده لا كانت إشارة حاسمة من عند النظام ولو كانت بعض قد أمناك قدت لك تقدم اضطراري في مجالات ولكن من حسب لك إن إشارة حاسمة العودة إرادة سياسية غيبة نحو اقتصاد المنتج الإرادة السياسية غيبة الإرادة السياسية مايش كافية لتخلص نهائي مشكارة تخلص نهائي من كل ما مايوعيق قد أمناك موروا الجزائر نحو نمط اقتصاد الجديد ونمط الإنتاج طيب من أتى بهذا المنتدى إذا ما كانش فيه إرادة سياسية أنا يقول لك بلي ماشي معنتها بهذا المنتدى إيجسانس كرياهو ربما أراه في إيطار في حدود النظام في حدود المنظومة القائمة الحدود المنظومة القائمة هذا التقدم المحتشم شيئا فشيئا الفرق ما بين الحركة الديمقراطية الاجتماعية والسلطة الفرق أننا نقولوا الواتيرة هذه مايش كافية نقولوا يزمروا بشكل حاسم مثلا من بين المقترحات تالحركة الديمقراطية الاجتماعية تالأم ديس مثلا فيما يخص قد أمناك القطاع الموازي والتهرب الجبائي والأموال هذي قاعد ما دخلتش اللابونك هاو نديرو وش دارو في الهند حنا اقترحناها وبدأ داروها في الهند يعني كنا نقترحو من قبل وشفنا بالهند داروها بدأ العملة في الهند بدأ الغدوة منك تبدأ المئة خمسين الاف دوصن ميل غدوة منك درهم قاعد يدخلو قاعد درهم هذو ما ما نجحة بين هذا الضيظام السياسي راهو يبربر سواء يعاقب في دافع الضريبة يعاقب فيه ويزيد الكاهل ويثقيلوه بضرائب أخرى ويبربر غدوة منك فصحاب الشكالة طيب لأي حال وعندهم علاقة بالسياسي باش نتفهمها مدام غدوة منك سعداني باش يعترف بعظمة لسانه وحتى سيدوه العباس وسعداني من قبل قلوب اللي من قبل كل الانتخابات كانت انتخابات تعشكارة صديق اشكارة هذي عندها دور مش بلد دور اقتصادي حتى دور سياسي اللي لابت كله تحتمناك المشهد السياسي المر الموضوع الثاني تعال برنامج حول التهرب الضريبي في الجزائر حيث بلغ حجم التهرب الضريبي في الجزائر الى غاية الفين واربعة عشر مئة وعشر مليار دولار حسب تقرير صدر مؤخرا عن مجلس المحاسبة الذي هو مؤسسة رسمية تابعة للدولة رقم مهول يكاد يتساوى مع حجم احتياطي الصرف الجزائري الذي يقترب هو كذلك من مئة وعشرين مليار دولار اموال ضائعة عجزت الدولة عن استرجاعها لسنوات طويلة لكن ألم يحن الوقت الآن لاسترجاعها في ظل الأزمة المالية الحالية عوض فرض زيادات مالية على المواطن البسيط مئة وعشر مليارات دولار حجم التهرب الضريبي في الجزائر الى غاية الفين واربعة عشر حسب تقرير مجلس المحاسبة الأخير ملايير الدولارات التهمها رجال أعمال ومؤسسات اقتصادية إضافة لنفقات حكومية ليست مبررة وفي غير محلها الحكومة عجزت عن تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب التي بلغت سنة الفين واربعة عشر فقط أحد عشر مليار دولار مجلس المحاسبة أرجع ارتفاع الرقم إلى الصعوبات التي تواجهها مصالح الضرائب في تحصيل مستحقتها زيادة عن التهرب الضريبي التقرير كشف كذلك عن انخفاض التحصيل الجمركي بحدود ثمانية فاصلة اثنين وخمسين بالمئة بين سنتين الفين وثلاتة عشر والفين واربعة عشر وفي الانفاق العام أحصل مجلس أكثر من مئة خرق للقانون في مجل تحويل الاقتطاعات من الخزينة العامة كتحويل ما يقرب من تسعين مليون دولار في الرابع من نوفمبر الفين واربعة عشر لصالح رئاسة الحكومة دون تقديم أي وثائق الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح المرافق العامة تلقت هي كذلك تحويلات مالية بنحو عشرة ملايين دولار تم إلغاء الوزارة بعد أقل من سنة دون تبرير وجهة الأموال التقرير الصادر عن هيئة رسمية تابعة للدولة رسم صورة سودوية عن النفقات المالية لوزارات الحكومة المجلس لم يستبعد تضخيم هذه الوزارات للفواتير بالنفقات الثانوية من أجل إكمال الميزانيات قبل نهاية السنة حجم التهرب الضريبي بلغ مئة وعشرة مليار دولار الرقم يقترب من حجم احتياطي الصرف الجزائري الذي يدنو من مئة وعشرين مليار دولار والأرقم صادرة عن هيئة رسمية استرجاع هذه الأموال المهولة الضائعة سيمكن الجزائر من تجاوز الأزمة المالية عوض فرض زيادات على المواطن البسيط التقرير كان لزميل هشام زروقي دكتور كامرزيك أبدأ معك في هذا الموضوع من حيث انتهى التقرير حجم التهرب الضريبي في الجزائر مئة وعشرة مليار دولار يقترب من حجم احتياطي الصرف الجزائري مئة وعشين مليار دولار رقم مهول أليس كذلك؟ أولا قبل ما أجيبك على سؤالك خليني أشكر هذا مجلس المحاسبة وموظيفة لأنه قدموا تقرير قوي جدا ويكذب كل الأقوال التي كانت تقول بأن الحكومة تقوم بـ هذه الحسابات يعني كبيرة ونعرفوا بأن هذه الهيئة الستورية وهيئتها بعرئاسة الجمهورية قدمت تقرير من قبل وتقارير من قبل مع الأسف تقاريرها لا تنشر لأن القانون يمنع نشط تقارير نتمنى أنها تنشر وصفة ترون الأمور كثيرة أكيد المشكلة هناك أمور خفية أكثر مما كشفه هذا التقرير أكيد أكثر سوءا مما كشف شوف الآن عندما تلقى مؤسسة حقود دولة دستورية تقول هذا الكلام ليس فقط في التهريب حتى في استعمال المال العام وحتى ديرت انتقادات لرئاسة الحكومة انتقادات الوزارة يعني الآن كما نقول بالفرنسية هذه المؤسسة تقوم بيواجبها على أحسن ما يرام رغم أنها هي مؤسسة دستورية يعني هي احترفت باستعمال المال العام ونتمنى أنها تكون تابعة لأن هذا التقرير يكون يتبع ميزانية ضبط الميزانية على شئ تكلم على 2014 لأن الآن المجلس المحاسبة بيصدد تدقيق ما يسمى بقانون ضبط الموازنة لسنة 2014 طيب ما تشوفش بأنه استرجاع هذا الأموال 110 مليار دولار استرجاعها من طرف الحكومة أولى من أنها تفرن زيادات على المواطن البسيط أكيد نحن جاوبك 110 مليار دولار المشترك فيها حسب تقرير المجلس المحاسبة وزارات الحكومة مؤسسات الدولة مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال نحن جاوبك استرجاع هذا الضرائب أولى من أنها تفرر زيادات على المواطن البسيط هي تكلمة على التهرب وليس استعمال السيء للميلان التهرب لا تكلمة على نفقات غير مبررة لدى الحكومة لدى الوزارة لا لا 110 هي التهرب هذا شيء آخر 110 مليار تهرب في 2011 كانت 50 مليار يعني السؤال يطرح أن رغم التقرير اللي داره المجلس المحاسبة السيء لم يزينة 2011 تهرب 50 مليار شفنا بأن الرقم ما خافتش في 2014 طلع عن 110 في ثلث السنين ارتفع ب60 مليار دولار يعني سؤال يطرح أين وزارة المالية أين إدارة الضرائب يعني الآن تتحمل التابعات إدارة الضرائب لعدة أسباب أولا إدارة الضرائب يمكن رأي غايبة لأن من المفروض هذا الميو وعشر المفروض الخمسين مليار اللي كانت في 2011 تنقص ما تلحكش ميو وعشر الآن الإشكال المطروح أن الحكومة تلجأ إلى الحلول السهلة من يجل إيجاد موارد مالية على حساب الشعب لكن تترك المنابع الحقيقية معاشرة نقول لك السبب الذي يؤدي إلى الميو وعشر الأخذ كل المقبل على الشكارة وغير ذلك أنا وافقه ألف المية الشكارة الوسخة والشكارة الجيدة الطيبة فالإشكال المطروح الآن نظامنا الضريبي أنا الآواني الفول ريفورمي إعادة النظر فيه التدريجيين أنا جايك أنا جايك خلينا نكمل الفكرة لأن هذا النظام هو اللي أدى المية وعشرة نقول لك أضحوك إن صح التعبير الأمر بصر في إدارة الضرائب هو مدير الضرائب في نفس الوقت يلعب دور المحاسب في نفس الوقت يلعب دور القاضي يخرجوا المواطن يخرجوا له ربعمية مليار ضريبة بقدرة قادر نفس اللي يسيني الأمر على ربعمية مليار هو يسيني أمر يخفضها له من ربعمية الربعة الربعة مليار لخمسة مليار هذا شيء غير معقول لذلك آين الآوان نسبة التحصيل في أسوأ الحالات إدارة الضرائب ما تحصلش عشرين في المية وثمانين في المية لسياتي يعني ما يتم تحديده يروح هابان منثورة الحكومة تضطر أن تروح لجيب المواطن البسيط أنت وانه هو العمان خلل في منظومة الضرائب نظام الضريبة أولا يجب إعادة النظر فيه فصل السلطات مدير الضرائب هو أمر بالصرف لكنه هو محاسب لازم إدارة العرسات اليوم يحصلوا الضريبات وليتابع التريزور والمنازعات نحوهلوا ليه مش اللعب أحميده ورشام أحميده لازم تقول لي هناك عندنا قضاء ضريبي جيبائي عندما نفصل هذه السلطات ونعيد النظر في المنظومة الضريبية من الصف ونقول لك يمكن أننا نقلل ما نقلش نقضي نقلل لأننا نقول لك الحكومة من المفروض بدل ما تفرض الضرائب عليها وعليك لازم ترفع نسبة التحصيل من العشرين في المياه إلى عن أقل ثمانية سيف العرس لو كشفت كل تقارير لمجلس المحاسبة كما قال الدكتور ممكن سنكتشف أمور أسوأ مما كشف روح حركة الديمقراطية الاجتماعية كانت دوما تقول وقالت المسألة هذه قضية تهرب الجبائي وقضية تقدمناك عندك خمسين بالمئة من الاقتصاد تاعك ما سكتشف وشمعت تهرب الجبائي خمسين بالمئة من الاقتصاد تاعك والتعاملات الاقتصادية ما يشمو علنا راهي راهي في القطاع في القطاع الموازي هذه مسألة تتعلق الـ MDS يقول هذه مسألة تتعلق بالسيادة هذه الدولة دولة التي لا تستطيع أن تكون سيدة على اقتصادها هذا أمر قطير والمشكلة أن مسألة السيادة تطرحها غير على المواطن البسيط يعني دافع الضريبة باشن الناطي وبركان شيفر سيكون دو بورسطين وخمسين بالمئة من الضرائب المحصلة جاية من عند العمال العمال والأجارة مثلا يرجي دافع الضريبة هذا من العمال والأجارة والتجار كذلك غدوة منك يجي قدن المالية يزيد يعاقبهم في عود غدوة لك نمسعو الوعاء الضريبي ونخفوه على دافع الضريبة لا لا نحن يغدوة منك الأخرين نقول لهم زيدوا ديروا هنيئا مريئا ودافع الضريبة نزيدوا نتقلوا الكاهل بضرائب أخرى وبقدرة شهرية يحتنهار وغدوة منك لأن الإنسان الجزائري يحسب لكين قانون أو قوانين جيومي تريفر يابتوا تطبق بشكل متفاوت وكيفاش غدوة منك دولة كما تخرقش ثقة بينها وبين المواطن في لحظات الإزمة وللحظات صعبة كيفاش غدوة منك نقدرون نتجاوزها ما الذي يمنع الحكومة من استرجاع هذه الأموال في رأيك المشكلة بلي ما كاش إرادة سياسية الأستاذة ويقول لك عدنا منظومة تتغسي كل منظومة هي في خدمة مصلحة معينة أنا مانا منش بلي غدوة منك عندك دولة قادرة تراقب حدود تحت 6,000 كيلومتر كنزيدهم 1,600 كيلومتر تاع الساحل 7,600 كيلومتر قادرة تراقبهم وعندك غدوة منك وشوصاري في ليبيا وعندك الهشاشة في الساحل قادرة تراقبهم وكان منظومة أمنية جد فعالة هل تشوف هالحاجة أمو الاختراع فهذا شي قادرة وغدوة منك في قضية في مسألة الضرائب ما همش قادرين نا الدولة تكون المصالح تكون المهيمة غدوة منك تفرض توجه معين هذا التوجه سيكون وسائد لذا نقول أن المنظومة هذه اللي فيها شرح وفيها عيوب وفيها عوائق وما كانش إرادة لإصلاح هذا المنظومة بما فيها غدوة منك المنظومة البنكية كيفاش غدوة منك صح أنا نقوله كيفاش الناس هناك ما كاش ثقة ما بين الناس اللي راهي معيش اللي دعيني دراهمهم في شكارة وما مش قادرين ما دخلهمش البنوك مكاش ثقة لأن عندك منظومة البنكية تفهمو كان منظومة البنكية ثقيلة ودوة منك مكاش ثقة ما بين المواطن وما بين الإدارة لذلك نقوله هذه المنظومة هذه في الحقيقة هي تتبرر ولاجات في الحقيقة تبرر باش يكون تهرب ضريبي ومش يكون قطاع موازي واسع من الأدهى والأمر ماشي هذا شي ماشي الدراهم في البلاد هذو كسهلين ترجعهم الأدهى والأمر هو الدراهم اللي خرجوا براء الأستاذ حاج ناصر المدير السابق تاع البنك المركزي يقول لك كان 200 مليار دولار تهربوا براء 200 مليار دولار معنتها ومش كان يدير كان يحسبهم المهم كان يحسبهم يسير نطيك يعني كارثة هذه 200 مليار دولار حنا نحضر على 70 مليار دولار تهرب ضريب أبو بري سي دو فالبوج دو فالميجانية 200 مليار دولار سي قس لأخو الرزاف دو شانج تعنا كي كانوا في منفخين في ود يعني هذا يحي كذب حاجة دكتور هذا يحي كذب حاجة في عشرة نعم تفضل في عشرة هذا يحي كذب حاجة يحي كذب أسطورة التقشف احنا كنا قولوا الام دي اس كان مخزون مالي ومسألة التقشف ما تقدرش تطرح مع هذا التبذير اللي خرج على كل أطر الحقلانية دوست مليار سنتيميليار تهرب ضريئي وهذا ربما غيظون من فيض فضل دكتور سؤالك يرجع إليك يعني سراحة مع كل احترامات يعني وكان محافظ بنك مركزي ونقدموا الاحترام الآن عندما يجي يقول ميتين مليار وين كان هو 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 شريك في الإثم شريك في الجريمة وين كنت كان يقعاد يحسب فيهم قابض كالكيلات ويحسب هذا جحال كان من مفروض أنه يتحرق الوزير حاليا يقول لك سير فاكتورة سن 15 مليار دوار ما زال الوزير وزير تجارة الحالي يقول 18 مليار السؤال يطرح معلش قلنا ميتين ويقولنا 18 وهذا جابونا السكر وجابونا الأمرياض لهذا الشعب يعني عندما تسمع هذه الأرقام مخيفة جدا أنا سؤال مطرح اينا هم أنا ما عبت على المجلس المحاسبة بالعكس شكرتوا عندهم الجرأة وشجعة نعيب على وزارة المالية نعيب على الحكومة هذا المنظومة في 2011 قال 50 مليار باقيين تفرجوا في 2014 110 وما نحن قال نتفرجوا أكيد في 2016 عندما يلحق أن نضبط موازنة 2016 رح يمكن الموازنة 200 مليار أين الحل هذا هو المشكلة لذلك أنا قلت لك منظومة أقريبة لابد تتعاوض هذه الأموال في رائك راح تضاعت أو يمكن استرجاعها تعمل ولي خلص المواطن الضريبية هذه المنظومة الضريبية قرآن منزل علينا لازم نحترمه أنا الأول فوريكونات بلالسيستم فسكال تعنا سيستم إيروني خاطئ ما فيش عادلة ضريبية ما فيش مساواة أنا وإنت نندفعه لذلك الحكومة يتلجأ عندما تحتاج للأموال إلى البساطة على الزوولة على المواطن البسيط على ما يسمى الضرائب الاستهلاكية الضرائب غير مباشرة الآن الآوال فوريكونات من المفروض يجينا وزير المالية قل سمحونا المنظومة الضريبية تعنا علي فوس نحاوذوها نسقموها ما عليش لكننا نتفرج فيها إنا وأخواتها من الخمسين طلعت المية وعشرة في الانفين ستطلع الميتين يجينا محافظ بنك المركزي كما قال الأخ الكريم يقول لك لا هربوا ميتين المليار الآخر يجي الوزير يقول لك يرسير فيها 10 مليار وم بعد وش رح نديره قاعدة الغير حكومة لازم تكون عندها الشجاعة والجرأة أنها تغير وتضرب بيد من حديد لأن المواطن عندما يسمح هذه الأرقام ويسمحنا كما أنه ألمتني وألمات ونت تتألمك تذيني تألمك تقول لنا نخلص زوجه فراكات وزيدين 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 ويتبعوا في الزواني وأصحاب البطون المنتفخة المرتفعة رأي تزداد أصحاب الشكايرة يزيد فاضة ويقون عليه الزيادة وأصحاب الأموال والذين ضيعوا الأموال متهربين من الضريبة في حقهم فقط الكلام يعني أكثر من الكلام مكاش يموت كنسكارديا حاجة ملطحوش في عقلية محقورتها اتجارتها أنا بالنسبة لي سيان نكت ميليطان ديجا مسيو حاج ناصر كي يصرح بهذا التصريح وينور لمجتمع الجزائري ويهضر هذا الهضراء بول ما سيان نكت ميليطان السؤال إذا نطرحوه وين كانت دولة وين كانت دولة هو كان جزء من الدولة مدد الدولة المسؤولين سلطة القرار كانت في يد شكون رئيس الجمهورية وهبط وين كانت دولة بارابورات وساء ومبليس نحنا نقول الأم ديس عادنا أم ديس عنده حل في محساد المسألة تعتهرب تهريب الأموال نحو الخارج نقول أموال هذه على بنا رأي في بنوك معروفة في الدول معروفة أي دولة تستثمر كاين شرط الأول باش ديستثمر جزائر باك هي في أريحية مع الأزمة الاقتصادية والمالية في العالم للشيري سنبيات راكتيف ناس قاعد تحب جي تستثمر هنا من بين الشروط كنا في أريحية تكشف وش كاين قاعد الأرصد لكاين التم بالأسماء وشكونوا يدخلوا يدخلوا دولة هذه الدولة السيدة سيساني طا سوفران 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 قدوا منك ثروات وما كاش منها قدوا منك نحنا نقول الجزائر هذي اللي انتجت ثوار حرود زير ست عباد يزون دي سي دي باش يحاوسوا الحلف الأطلسي ما نقدرش إبا الأمدياس غدوة منك يقول بلي نقدروا نديره مع هذه الحكومة مع هذه السلطة ما نقدرش نديره مع الأمدياس نقدروا نديره حكومة ليكون عمودها الفقه هو الأمدياس يقدر غدوة منك يسترجع أموال الجزائرين في الخارج وغدوة منك يسترجع أموال الجزائرين في الداخل ويقولوا بلي المرور الحاسم نحو اقتصاد منتج نحو اقتصاد يعني كل الأحزاب كل أحزم سياسية لا يطرح العفو الضريبي حتى حزم سياسي على مسألة العفو الضريبي وعلى الكيل بمكيين فيما يقص منك الناس الذين كانوا الضحي في التسعين الضحات ودفعت الضريبة وكان مقاوبي المقاوبي كانوا ينتجوا وكانوا يخدموا للدولة بلد راهم وكان عباد كانوا يديروا شكارا بعد ذلك لهم عفو الضريبي الأم ديس هو الحزب الوحيد هل تصرع عفو الضريبي مع سبعة من المياه؟ لا هل تصرع عفو الضريبي؟ لا 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 لأنها عفو الضريبي لأنها تستخدموا عدل والمساوات يمكن أن نعفو في الغرامات ولكن في الحقوق لا تصرع عفو الضريبي لا انتدل ثروة لازم تدفع حقوقك من هذا القرار شوف الأخ الأخ أكيد أسمعني أنا لم يشتفع الحكومة الويندولا السبعة في المياه هذا إجراء استعملت الحكومة في قانون مالية 2015 تكملي اللي استقطاب الأموال الموجودة راح جيب دراهمك من سقسيش وناطق ما تجربوش لا تجربوش لأنها حتى لأنت مقبض راح تتساؤل قد كون نبدلوا النقود اكترا ايه يجوك الدراهم لكي عود يخرجوهم وقمت أنت عادت حريمة إلى عدن القديمة يدخلهم لك تحكم في اقتصادها يدخلهم لك لا يخرجهم لا يخرج يتحاسب لا يخرجون لا يخرجون لأن الناس هذو ما لا يدخلوا دراهمهم لا يدخلوا دراهمهم لا يدخلوا هذو الناس هذو الناس الذين عندهم دراهم يسمعوا بالكلاب بأن هناك إمكانية تغيير العملة لا لا يدخلوا لك اللورو إلى 180-190 وش داروا؟ رحوا يحولوا أموالهم بالدينة حولوها إلى العملة الصعبة بشي هربوها لذلك فأعتقد بأن تسير الأمور الاقتصادية ليس لا تأتي بهذا الحماسة هذه ليش حماسة هذه دول من قبل دول أنا جايك الإشكال ما تروح في التساير حبينا ولا كرهنا نمط اقتصادي مفروضة أنه موجود في إطار الأزمة الآن أكيد أنت كحزب سياسي مقترحاتك ولو نجيبوا حزب سياسي الآخر يقدم مقترحاتك لكن هيا أنت والأحزاب الأخرى أن ننذروا يد في اليد وأن يضحطوها في يد الحكومة ما هو المخرج ما هو الطريق أحنا عندما قلنا أنا شخصيا عندما طلبت بإصلاح المنظومة الضريبية لأن المنظومة هي اللي خلت في 2011 يهرب 50 مليار وخلت في 2014 يهرب يهرب 110 مليار المنظومة هذه المصرفية التي تتكلم فيها هي اللي لا كنتح اللي خلت هذا المحافظة البنك المركزي السابق يقول لك باللي تم تحويل 200 مليار المنظومة هذه الاقتصادية هي اللي خلت وزير التجارة الحالي يقول لك يهرب 18 مليار طيب 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 منتقلوا محور أخرى لا بد نعودها لا بد نعودها شوف المشكلة يا صديقي يا أستاذ المشكلة أن كنقولوا إحنا يعني هذه تجارب صلاة من القبل في تركيا وفي الهند داروا تغيير العملة وكانت تجربة ناجحة لا للمشكلة هذه الضلاحة من نظرهم ما نعرفهم سي هذه الطريقة يدخلوا للضوء يدخلوا للضوء سابق عندك اقتصاد غدوة منك 50% الاقتصاد أو خارج مجال الرقابة مجال الدولي سابق تغيير العملة يسمع غدوة منك أن الدولة تسترجع غدوة منك سيطرتها على الاقتصاد التعاسي هذه الشرط أول من شروط السيادة ومن بعد غدوة منك قضية تهريب الأموال للمشروط السيادة لذلك دولة تنظر هو الموضوع فإنجح ونجعلها مثلا هذه من المشروط يجبون منك ثم تجربة نجستوى بالتعامل منك نضع شركة يجبون منك تجربة لتصالحة واستجررتها تركتم من الجديدين يتركوا لديهم ثم يشروعهم يوجد هكذا لست أن يكون لديه طرق لديهم كبيرة هكذا لا يجبك ليس لديك تهرب جميل منك على الآخر تهرب على الجمهور إذن كل هذا ما تقوليش باللي الدولة عاجزة عن غدوة منك عن تسيير هذه الأمور وعن مراقبة الأمور القضية بأن ما كانش إرادة سياسية من عند هذا المنظومة أنها تمر إلى شيء آخر اقتصاد يعتمد على الإنتاج وعلى العمل طيب فيما يخص نفاقات الوزارات تقرير المجلس المحاسبك شف على تضخيم الفواتير كذلك من طرف الوزارات يعني مش فقط المؤسسات الاقتصادية ولا رجال أعمال كذا تكلم على تضخيم الفواتير في وزارات في الحكومة كذلك يعني شيء مؤلم وأنا وشكت لك في بداية عندما تكلمت لك عن التقرير قلت لك التقرير قوي جدا أنا ما تكلمش عن التهريب تكلم على أمر آخر مع الأسف الشديد على مستوى أعلى فيه تضخيم فيه فيه شكل من أشكال تبذيل الملعام يعني هذا الشيء خطير جدا منفروض أن تكون فيه مسالة منفروض أن الوزير أو المسؤول على القطاع يتحمل مسؤوليته هذا الشيء اللي كانت سائد في 2014-2015 لكن أعتقد في 2016 الأمور تغيرت لأن فيه ما يسمى مقص الحكومة الدخل فيه الأزمة المالية الدخل فيه تعليمات بترشيد لا أقول لأن النتجة ما كيف سنوى تقشف ترشيد النفقات العمومية؟ هذا الدليل على الحد الآن أنا أعطيك معلومة وأنت يمكن تعرفها ويمكن الأخ أو يعرفها الحكومة في 2016 سيلة ميزانية التسيير بتعليمها أنه لا يتتجاوز النفقات 50% يعني مع هذا الأجور كل النفقات التسيير الأخرى ممنوع على الإدارات على المؤسسات على الوزارة أنها تنفق أكثر من 50% 40% وورا نكملنا العام 50% يعني ميش حبي يقول الدليل بأن كل النفقات اللي في نفقات التسيير كانت مضخمة في نفقات تسيير الخاصة بمؤسسة الدولة سامحني نفهم من كلامك خلينا نشرح لكم ليح نشرح لكم ليح الحكومة رئيس الحكومة معنطرق الوزارة المالية أعطى تعليمه إلى المراقب المالي المحاسبين السقف نفقات التسيير مع هذا الأجور لا تتجاوز 50% الاعتمادات موجودة لكريديكين لكن الصرف لا يوجد حق تفوت 50% ماذا نطينا لك مليار أنت تنفق إلى 500 مليون يعني حبي يقول أنه السنوات اللي فاتت سامحني السنوات اللي فاتت ما فوق الـ 50% هذه كانت كلها تذهب يعني لا ناس نابك في الـ 2016 في نفقات التسيير 50% اللي سيرناها فقط في حالة جدو جدو استثنائية وين الحكومة طلعت تحت الـ 75% يعني مش حبي يقول في 2016 في نفقات التسيير خارج الأجور مشينا بـ 50% فقط يعني الـ 50% ستنسير فاكتراس يو الحكومة قصتها باتلك الكريدي في قانون المالية 2016 جاء الاعتماد لكن الصرف أنه مرهون باللاليكي دي تسيولة الحكومة جبرت الآن نقول له كل مؤسسات الدولة مشات بـ 50% مشات بهذه التعليمة رأينا الآن في نهاية شهر ديسمبر الأمور كلها مشات قلت لك بعض الحالات الاستثنائية وين طلبت الحكومة تدخلت ورفعت إلى 75% إلى 100 لكن تعدوا على الأصابح يعني وش حبي يقول الناس اللي يراهم يديروا في مشروع قانون المالية الناس اللي يراهم يحدوا في نفقات الدولة يفعلوا لرسيك لهم الولاء لأن تجاوزهم الأحداث تجاوزهم الوقت معهم شعرفوا يحسبوا جيدا بإختصار إذاً رنغوصي بك دوامنك فيما يخص دوامنك قضية استيراد أسعار الدواء لدويا المستوار إذاً رنغوصي هبطوها بـ 30% بـ 30% سافدي كونان شريو بـ 30% زيادة على على المارشي مندي على لش نتفاهم وصاص يالا تبذير لأنه لا يمكن أن نساعد على الإنتاج وبهذا العقلية تبذير وتبذير ومشرة على مصراعي نتك في الدواء نحن مؤسسات اقتصادية في الجزائر تنتج الأدوية سواء عندك صيدار اقتصادية في القطاع العام أو مؤسسات اقتصادية في القطاع الخاص تنتج مثلا نتك دواء فهمني غدوية منك ومش عندك 20 نوعة على 30 نوعة على 30 نوعة وبلغ 90% مستورد قدر على تغطية السوق الداخلي في المنتج العام والخاص ومش منك 70 ألف نوعة على الحف أول حاجة القليل المؤشر الآخر يتعطي السلطة غدوية منك فيما قضية التبذير هذا القضية الاستيراد لثقافة الكونتونار تحبس شكرا جزيلا لذلك نقول أخيرا هذه الثقافة الكونتونار لتحبس لا تقول لك تحبس مع سلطة رجاليها في شرك شكرا جزيلا الـ MDS هو الحزب اللي يدافع على العمل المنتج ولذلك أي حكومة لا تبناش والمدس كل الأحزاب تقول فولي طياب كما يقوله كل الأحزاب سياسية فولي طياب كل الأحزاب كانت في المنظومة سيد فلحي غراس ناتق باسم الحراكة الديمقراطية الاجتماعية شكرا جزيلا لك دكتور كامير رزيق خبير اقتصادي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك دافع أكثر من لازم شكرا جزيلا لكم نحن نقول لكم كل خمفوص عند موضوع شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم كذلك مشاهدين الكرام إلى موعد آخر حمزة بدوي يحييكم وجميع طاقم برنامج كل شيء سياسا السلام عليكم شكرا 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 شكرا